بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال تقبل الله الصلاة والصيام والقيام نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصيام هذه الأيام المباركات ولقيام هذه الليالي الجليلات لأن شهود رمضان حدث شهود رمضان حدث لكان أهل الأموات الموتى لو طلب منهم قال طلبوا واش تحبوا من الدنيا واش تحب من عند ربي سبحانه يقولوا يا ربي رجعنا للدنيا باش نصوم نهار واحد وعيد لكان الأموات يطلبوا لنquality رغبات واش تحب من عند ربي سبحانه يقولوا يا ربي يرجعنا للدنيا باش نصوم نهار واحد وإحنا الله يبارك كان لصم عشرين سنة كان لصم ربعين سنة كان لصم خمسين سنة وكان لصموا معنا العملي فاتوا هذه السنة ما صموش ماتوا ياللي ماتوا بالوباء ياللي ماتوا بأسباب أخرى الموتوا وحدة أسباب ماتوا وحدة أربي قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه صورة البقرة الآية 185 كنا ندعو الله أن يبلغنا رمضان وقد بلغنا رمضان ونحن نعيش هذا الحدث نقول الحمد لله رب العالمين الذي بلغنا رمضان ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصيام أيامه وقيام لياليه أيث مثل صوت رمضان يعني أن يبغنا رب عز وجل العمر أقلغ نفضان رمضان ونحن نعيش هذا الحمد نعمة الله من نعامه التي لا نخصها عدداً أيها الأخوة الكرام نقول لكم فكرة دقيقة بيناتنا كيف نتكلمون قلوا فلان عندهم متر وستين متر وسبعين أو قلوا فلان عندهم ربعين ستين سبعين وعيد يا رنو أمكن تسمي سلاي يسكن قرص الفلاني عنده المتر وستين متر المتر وستين سنطين عنده سبعين كيلو ولا نهضره على الأعمار الجواب واضح نتحدث عن الأعمار ولا نتحدث عن الأوزان ما كانش كاشو واحد قال لك ما حلت توزن يا بيناتنا كان ما عددك تروح أن تطبيب ولا كاين سبب ولا اللي دوروا رياضة رياضيين يوزنوهم بعض الرياضات ولكن ما عدد ذلك كاشو واحد منكم سألوه حرجوه قل كابلي ما حلت توزن توزن ما حل سبعين كيلو وثمانين كيلو ما حلت عندك ميتر وستين ميتر وسبعين لا يهم الأوزان لا تهم ولكن الأعمار تهم الفضيل بن عياض تلقى مع واحد قالوا ما حلت في عمرك قالوا ستين سنة قالوا قرب الوصول كل يروحوا في الكار على بلقوني يهبط قريب توصل يعني لا ري لا ري وكل واحد مناش عارفين وراه لا ري انتاعو ايردني غاولاقي بشادا ديني يقبل لي أوقاتنا أعمارنا أعمارنا أوقاتنا والوقت هو الحياة في الزرث النظر الزرث للأعمار النظر وستانك ذووظان وقق تتسينسي لأعمار النظر الصوضاء ربنا وزوم رمضان إذن ما يلا نفهم بلئه حدث فرصة قد لا تتكرر لن وقال لصاموا العمليفات ونعرفوهم كانوا يقولوا للناس يا الناس استثمروا أعماركم هذي سناران أصايمين لعمل جاي بلك ما نصموش وفعل ما صاموش وإحنا أيضا حتى كنصموا أول رمضان لا ندري هل نختم رمضان ونعيدوا لا الله أعلم ربي قال ولكل أجل كتاب كليون سلجليس المثيوث سبه ماشي ديوث هنا يسمى ذياز سي الحج محفوف الله بالله يرحمه يمث بالنسي يا أفو ربي اسمه صلى رمضان رمضان محفوف هنا يصلات في النبي الطهر نتسامذ فيفن شفاعا فاقصط أن المث زغط وعر أشحى لفرذان الساعة يقفغو يغزف لأمر لابد دوض الساعة الفكرة الثانية رمضان شهر الاستثمار ذا شو المعيس الاستثمار لزنفستيسمن كين مشاريع كثيرة استثمارية منهم المشروع عمزوارو تظليث عماد الدين سمحوا لي واحد الدين الخير كما حب الله يعطيه ويمنيه ولكن حذاري الصلاة وعماد الدين شهر الاستثمار الاستثمار زوارو سي دي بروجي تظليث تعربي الصلاة وعماد الدين هي فرصة لكي نحفظه على الصلاوات اكثر في هذا الشهر لنتدرب على المحافظة على الصلاوات وربنا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا تظليث 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 ذا شخص زوارو فانسي وحاسف ذا شخص الاستثمار الثاني موصول بالأول القيام التراويح مهما كانت هممون عالية لا يمكن ان تكون عالية كما تكون في رمضان اكن فغيلا بنادم افدذ الظليث التراويح كان الله يبرك يقوم الليلة بشغير في رمضان ولكن ذي رمضان الله يبرك فرصة خطر انتسموالي ما يونده هذي عيون هذي الظل ركعته النفس تقولك لا لا ما زال الحالة اليوم اليوم الاول خليها تفوت سمانة عشرية مع عشرين وعلي بل كم اللاس يستفيقون كما زال ليلة القدري إذا يظن سبعة وعشرين ما ليش عارفين انت القدري وين التمسوها في العشر الأواخر من رمضان يبقى يومين ثلث يام يقولك ايه راحوا لي راحوا لي ستا وعشرين يوم راحوا لذلك حسن النهاية من حسن البداية ميلاً في ذمليح سلقوة سلهمة ان شاء الله ما مراتي وش صالة التراويح مم الإنسان إذا كان عاجز يصلي ولو جالساً لبع صلاته السلام الناد صلي قائماً سيفدي ما قدرتش فإن لم تستطع فجالساً سيغمين فإن لم تستطع فعلى جنب ولو كان في ذيس وربي سبحانه رفع عنا الحرج إناد وما جعل عليكم في الدين من حرج سورة الحج الآية ثمانية وسبعين ذي سورة البقرة الآية مئة وخمسة وثمانين يريد الله بكم اليسر ليسر ولا يريد بكم العسر سورة النساء الآية ثمانية وعشرين ربي إناد يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا فلا عذر الاستثمار والسن صلاة التراويح نجتهد بشا نحافظ فلاس إن شاء الله وربي يحافظ علينا ويتقبل منا جميعاً صالح الأعمال المشروع والسلاثة ذاغي سعى زلذم قرآن القرآن الكريم شهر القرآن ثبت عن الإمام مالك بيقين بخبر متواتر أنه يتفرغ للقرآن تلاوة وتدبراً إمام دار الهجرة عالم المدينة يعني فنادم أسف كزل ذن قرآن القرآن الكريم أن نختم القرآن ذا المشايخ ذا الأئمة ذا المساجد تراويح أما ذا بكذا غفنادم أذي قال القرآن ذا قخام لا نسوي لات وننزم هذه غريخو سيزري إلا تسوي لثم هيري السمحس بش يختم القرآن بقدر الإمكان نحافظ على القرآن الكريم تلاوة وتدبراً وقال استثمار وثلاثاً الاستثمار وثلاثاً ذا شوث العمل الخيري الخير رب ند وفعلوا الخير لعلكم تفلحون سورة الحج الآية سبعة وسبعين ورب ند في سورة البقرة الآية مئة وثمانية وربعين ند فاستبقوا الخيرات شوف تسابق ما الشغل دير الخير لا بالتسابق شوف الآية أخرى في سورة العمران الآية مئة وربعطاش ويسارعون في الخيرات أرفض برك المصطلحة هذه وفعلوا الخير فاستبقوا الخيرات ويسارعون في الخيرات ربي سبحانه أغدقر خذ مثل الخير والخير هذه يوساع لأنه قيس عونيك الليلاني مغفان ثجال وجلان وقد يخدم موائد رمضان إطعام الصائم أجره عند الله كبير ليرهم في الشوارع في طروت في طريق السيار اللي رهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة عمل خيري عند الله مبارك رب سبحانه وعدنا وهو لا يخلف المعاد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سورة الكهف الآية مئة وعشرة خذمة الخير أنا خذمة الخير ربي ند في سورة الأنعام الآية مئة وثين وستين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين مدم لله هناك ضوابط أخلاقية للعمل الخيري كي تدير الخير ما تصوروش الفقراء ما تفطيش بالفيديو ترميه الفيسبوك لا لا حذاري كرمة الإنسان فوق كل اعتبار يا أخوية اللي رهم ينشطوا اللي رهم يقدشوا عادي فطي برحتك يجوز ولكن الفقراء والمساكين ونسكي تروح تاكل ترفض الشربة باش تاكل ما تفطيش هذا خلل سوء استعمال للتكنولوجيا خلل إلى قنم ذويس لا لكرمة الإنسان صرحة رسي وجيل أكو ذي الماس مستفكضة قفة رمضان ما تفطيش فيسبوك أقشي شقيس عسل عسنين أزكى مريا وقال عشرين سنة كين بأي حق بأي حق تفطني معين ما وترمين الفيسبوك أيها الأخوية أجل عند ربي أنت عندك النية اللي داروا هات الصور عندهم نية النيات عند الله ولكن حذيري بش ما نغلطوش ما نجرحوش الناس في كرامة ربي قال في سورة الإسراء الآية سبعين ولقد كرمنا بني آدم أمذان يسعى الكرم يسعى الحرمة وربي الناد في سورة البقرة الآية مئتين وثلاثة وستين قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى أذى والأذى قيم خلف ما شعر هذا أول كان إما بالقول أو بالسلوك الآية اللي بعدها مئتين واربعة وستين ربي ربينا ربي سبحانه قال ديرو الخير ولكن درنا انفيدو الروت ديرنا معالم الآية مئتين وثلاثة وستين سمعتوها اللي بعدها مئتين واربعة وستين يا أيها الذين أمنوا الممنين لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى والحديث ما زال فيه بقية بشبرك مراعي الضوابط الأخلاقية في العمل الخيري أخيراً المشروعين قالوا صلة الأرحام والتصالح والتسامح الرحم معلقة بالعرش أكيغدناً في صلاة الله الله والسلامة وإن في حديث آخر ليس الواصل بالمكافئ إِنَّا يَغد إِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُوا مَنْ فِي السَّمَاء إِنَّا يَرْحَمْ يَنَّا وَإِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْحَمَ إِنْ إنodus صورة النساء الأيام 114 النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلا يا رسول الله قال إصلاحوا ذات البن المهم أقوى رمضان شهر الاستثمار ذي الطاعات ذي القربات إن شاء الله سأقوم بقربة بشأن نظم ذي الهنا ذي ثلوث ذي الخير إموضانتني شفور ببي وقاله موثنة في الأسنين فور ببي أكوني فيكا ربي وكأن مثلا السر أكوني فيكا ربي ثلاث إن شاء الله أنت فغام يخضع سبحان الله ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين